سباح الخير او مساء الخير يا بورج الاسد. ندخل عطول عطاقتك يا بورج الاسد. بورج الاسد انت بصص لقدام ومنطلق وشايف الحياة جميلة وفي عرض متقدم لك جديد. ولكن انت مديره دهرك. في حاجة حصلت في الحياة العاطفية عندك خلتك تبص لقدام. ومحتار قليلا في انك تمشي ولا تعد. ولكن حاليا متقدم لك عرض. فعارف لما يكون في حد منت دهره الحاجة. وماشي بقى ومنطلق بطريقه. ولكن خاتب دمائم انت بليت. تمام? ولكن جا فجأة في النص عرض كده يا واحد قال لك استنى يا برينس استنى. فقمت واقف كده وعمل نفسك يعني اللي هو ايوة نعم. ايوة مين? مين بره على الفروض? فسانية واحدة. يعني انت واقف وعمل نفسك مش واخد بالك ولكن انت مستمع قوي للي بيقول وراك في عرض يا باشا كده تاخد حالتين على هم حل هدية حاجة زي كده. لما نشوف الحالتين قاضي نشوف الشريك قبل ما ابدأ. القراءة ممكن تكون عكسية. يعني ايه قراءة عكسية يا استاذة? يعني اه الشريك هو اللي عمل في كده. مش انت اللي عملت في كده. يعني مسلا انت هو مقدم عرض مصالحة على الشريك هو اللي مقدمتك. مسلا عشان على بلط عشان الكومنتات في ناس دي يقول لي ده كراها عكسية يا استاذة. ايوة ايوة حضرتك عكسية يقول لي ايوة حاجة? ايوة فاهم? قد training. اا الله 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 لا. في ايه جماعي? في ايه? في ايه يا غرب الاسد الملكة. كنت عيضن? بنقول تاني بنقول تاني. انت هنا دي حاجتك. ودي حاجة الشريك. ما يعشعر بيه الشريك وشايفت الزواء? بممكن تكون انت اللي ما كان الشريك وهو اللي هنا. لشان نبقى ايه? ماتفقين. لو حاسيت ان الحاجة ماشى معك بالعكس. الا انت صحها. تمام? بش حاجة. طيب الناس بتقول لي التقاط. اه مش متعلقة بالتقاط. الاقراءة مش متعلقة بالتقاط. متعلقة بتفاصيل الحكاية. ركز بتفاصيل الحكاية. لان انا هقول تاني ممكن تبقى تقطق. انت برج مائي ولكن الخريطة الفلكية الطابع بتاعك هو دي. فقط لغيره. طب نركز نركز. اول حاجة زي ما قلت لك انت بنقدم لك عرض جديد. وانت وقفت في النص كده. قال عامل نفسك مش اخد بالك زي ما قلت لك. هنشوف مش اخد بالك لايه. ما يشعر به الشريك الان. ازالنا طبعا علاقة انفصال. اه هو مخنوق جدا. ومتدايق. وشايف الحياة سودة. وبيقول ايه اللي جابني هنا. وقال لي رمك على المر. قال لي اللي امر منه. كل الامثلة بقى بتاعت اهالينا بتيجي بباله. وبتجيله احلامهم كتير قوي. وهواجز عنده هواجز قوي منك. ممكن تكون انت لما اقول ان انت ازيته اه او المسل برج الاسد ازا الشريك. ممكن تكون ازيته من حاجة وعملها فيك بالفعل. فهو ما يشعر به الانا. انا ما بشوفش الحصر في الماضي بالزبط. لكن ممكن يكون فعلا هو ازاك وانت ردد له الدربة زي ما بيقول. فهو تعبان قوي. وتعبان قوي قوي ومخنوق. مخنوق حرفي عمي تحس. فجأة كنت اتبعط طولة انا مخنوق اهو مخنوق بقى. وممكن يكون كمان بيفتكرك بيتخنق اكتر. اشو المعنى اصح يعني. ولكن بيفتكرك بيفتكل بعدك يعني مش بيفتكرك انت شخصين تقيل على ده. قلبي لا اما بيش الكلام ده. هو بيتخنق لما يفتكر ان انت بعدت عني. طب مش عارك انت ايه اللي هي ممكن تكون مشاعر الشريك وتبقى القراءة عكسية. بنبي مليون مرة عشان الناس بي بقى ايه لو الله يبقى في الكومنتات يقولوا قراءة عكسية. اه طبعا اه ممكن تكون قراءة عكسية فعلا لان انت واقف هنا ومد دهرك ولكن بصص اللي قدامي. فممكن تكون انت هنا كده بقى نهرف نرتب الدنيا تاني. اه همشوف المزيجة بتقف لين? همشوفها قفت فيها. هي ما قفتش. هي تتعالت تانية. حاجزة كده. طيب. ممكن نقول ان انت اه مشيت او الشريك هو اللي مشي خلان نقول بقى لو انت اللي مقدم العرض. فالشريك هو اللي مشي. وودة دهره لانك انها انتو قلت انتو الاتنين خزلتوا بعض وصدتوا على بعض كده وقفلتوا على بعض الطرق. والشريك هو اللي مشي. ولكن انت طمعان في انك تقدم له عرض جديد. طمعان في الكرة مكابين. تاخد من الجنيه اللي انا مسكول. انت عارف الجنيه بكام دلوقتي. تاخد من العرض ده. وطمعان في بداية جديدة معك. وانت حاليا منتظره. بيجي على كارت بصص له كده او مش بصص له. عامل نفسك مش منتظر ولكن انت منتظر. اوكي? وممكن تكون زهد. يعني انت مقدم عرض لحد فعلا. خلاليا نقول بقى كده. كزا سيناريو. انت مقدم عرض ومصالحة لحد فعلا. ومقدم له عرض جديد بص عرض فعلا. ولكن زهد وعلى استعداد الرحيل. هتمشي. اه لو بتتعمل مع حد برج الحمل فممكن يبقى كده فعلا. او برج ترابي فكده. طبعا برج الحمل يعني. بتصالح بصعوبة شوية. فانت شكلك بتتعمل مع حد شيل منك او زعل منك من حركة عملتها. قفلت قفلت يعني. زعل من النهية بتاعة المرة اللي فاتت. فانت بقى اللي هو ايه? انت هتتنك عليها ولا ايه? فانت خلاص. يعني عايز تمشي. او عامل نفسك عايز تمشي. اوكي? وفي سيناريو اخر ان هو اللي مقدم لك هو اللي مقدم العرض. وانت من جواك. انت من جواك عايز تقدم له عرض على فكرة. وعايز معا بداية جديدة. ولكن هو تعبان. ممكن تقول مفيش حد مقدم لحد حاجة. ولكن هو تعبان وانت من جواك عايز بداية جديدة. ولكن من برك. بص بقى. قاعد بتقول ولا هميدي. مين ده يجي روح اا 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 عادي. مش مشكلة. ده 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 سكوتي ده محمد ارتبط. ايه عادي. مش حاجة جماعة. فيش حاجة ده ما بعيطش. ده ده نعناك بتحرقني بص ما فيش حاجة قاعدة. كيه طبعا. عامل نفسك الباصس اللي قدام ومش حمك. ولكن من جانب عينك كده زعلان وحزنان شواء. وانبسك في بداية جديدة معا. عشاء ازال انتو برضو خبطتو بعض برض. ولكن انت من جواك شاعر ان هو فرصة. وفي مشاعر حلوة. في مشاعر لسه عايز تخرجها له. ممكن تكون ما اعترفتوش لبعض بالمشاعر والعلاقة من قبل ما تبتدي. فانت عايز تشيل بقى الغمامة اللي على العنية. تقول له بص 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 يا تعمة بص انا بحبك. استنى هنا ان انا بحبك. بمعنى صحة. وممكن تكون فعلا انت مقدمه عرض مصلحة. وزهقت بقى من الحالة اللي هو قعد فيها دي. وخلاص بقى هتمشي شكلك كده عايز تمشي. وزهقت. زهقت خلاص من اللي حصل. طيب هو شايفك ازاي? خلينا نقول هو شايفك ان انت سوري. خدعتو او كدبت عليه في حاجة. اا انت كدبت عليه في حاجة تقريبا. هو في حاجة حصلت مزينكم. لان انت كمان شايف ان هو اا زي ما يكون بالزبط يعني ده السيناريو الواضح قدامي. سألك على حاجة. مسلا. وانت قمت مرضتش تقول له الحقيقة. فاما عارف هو الحقيقة من حد تاني. فجي قالك انت مقلت ليش الحقيقة وراح زي بالزبط الصورة دي. اتخانق معاك. ونقع على علاقة وقال لك يا كذاب يا مخادع. يا غشاش وراح مشي. ومردش يسمع لك. وهو دلوقتي بقى واخد بقى في قاعد بقى يقول خداعني. خداعني الكذاب بالنصاب. خداعني وضحك علي كان في علاقة ثلاثية ولا كان عارف حد تاني قبلية ولا مش عارف ايه. وطبعا الحوارات دي كلها يعني. فانت شايف ان هو اا ما اسمعكش. وحكم عليك بانك مخادع. وخد في وشه ومشي. خد في وشه ومشي. وفعلا برضو في كارتي هنا. تقريبا ده بقى هي هو شايفك كده يعني. اا كانت اا انه شايفك ان انت خدعته. انت خدعته. وهو مشي. وانه هو مكسبش حاجة منك. غير القلم والجراح. وتعب وتعب الراحة. شو التأليف كده. اا عموما يعني. فشايفك ان انت كدبت عليه في حاجة. ممكن ما تكونش خدعت خدعته في مشاعرك. لا. وممكن يكون يعني سألك مسلا او انت بتحبني? وانت طلو لأ. مسحي. فمشي. وقال لك خد خد الكلام على عصابه كده ومشي. ولكن انت من جواك بتحبه. على فكرة. ونخبي عليه. وبرج الاسد مشكلته في كده. نخبي مشاعر جوا قوي. مويدة شخص نخبي مشاعر جوا برضو. ولكن نفسه في عرض جديد. انت مشاعرك. نفسك فرصة جديدة معك. لكن هم تقلم منك قوي 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 برج الاسد. بتعبان بجد. مش مش زري يعني. او انت بقى اللي تعبان اصلا هو فعلا دي مشاعره. لو القراءة عكسية دي مشاعره فعلا. وشايفك ان انت حساس وخدت الكلام على العصابك. ممكن تكون عرفت عنه عرفت عنه حاجة او هو اللي عارف بقى عنك حاجة. وعشان كده شايفك انسان خدعته. ام. طيب هو نيته ايه بقى? او عايز اعمل ايه? الخطوة الجاية? هو مش هامل حاجة. خلينا بقى جبالك على بلاطه. مش هامل حاجة. هو حط مشاعره جوا. وقفل عليها. وقال لي انا يا الطفوع. هي مفروض حط ابني دي حط مشاعر مشاعر قراءة عاطفية. يا انا يا الطفوع. ده واحد. حطت حك بص شايل مشاعره فوق رصه. شايل تغنسيته حرفيات. وخلي بالك انه مش هيزهر لك اي مشاعر فترة الجاية دي. وهيزهر لك اسوأ ما عنده. خلي بالك. لو انت بتحاول تجس نبضه فهو مش هديك اي نبض من جوا. هو تعبان اوي. تقلم منك اوي شايل منك اوي. وزهر فعلا كده يعني في حاجة حصلت. هو انت كدب تعليف حاجة برج الاسد ممكن. ممكن. وانت كمان انت ممكن تكون كدب تعليف حاجة. ممكن. قال لي مش مشكلة. ممكن تكون كدب تعليل مصلحته. يعني حاجة مش مش هتنفعه ولكن قلت له حاجة انا مش عايزة تقولها الهد. فهو خلاص يعني اعتبرها كده. وخد الموضوع على عصابه جدا بتخنق معي. قال لك ايه ده ازاي? ازاي ما تقول ليش? ازاي ما تقول ليش? انك خرجت السابعة. ازاي ما تقول ليش انك خرجت من القوضة رحت للصالة. في ناس كده. في ناس كده. بوجي الحمل ببقى كده كمان. فهوالفترة الجاية دي مشاعر هو عنده مشاعر على فكرة. كده بيك عنده مشاعر. ولكن محتفظ عليها قوي ومساكها بيده واسنانه ومش هخرجها. والله ما نقيل لك حاجة والله ما نقيل لك حاجة. حلف بقى. انت الخطوة الجاية ايه برج الاسد? انا زي ما قلت لك. انت متحبه. وعايز فرصة تانية. وتقريبا زي ما قلت لك انت اللي مقدم العرض. وانت زعلان واتمشي القدام وقربت لدي زهق. على صهيتي منه. لان هو مش راضي يخرج من الطاقة اللي هو فيها دي ابدا. مش راضي. كل ما دي جيت قوله ما معلش بقى. يعني ما كنتش رأسد والله يا الله. كنتش رأسد نازلة جيب توكة من تحت بيتنا. لا اما تزيل جيبت توكة تقولي لي. مسلا. مسلا يعني. والله في رجالة تتخاني عالتوكة مش هزولة. قيت عن حب وسنينه يعني عموما. في فترة جاية هيبقى فيه طقة ندم. وهتبقى زعلان على انك ممكن تكون كدرت عليه فعلا. او هتبقى زعلان عموما على المنظر اللي انت شايفه ده. وهتبقى زعلان على على اللي هو بيعمله ده. وهتحس بانه هو فعلا ما بقاش يحبك. لانه هيظهر لك المشاعر السيئة فقط. وهيبقى حاطت مشاعره جوه. ولكن عايز اقولك فيه بصيص امل. لان الشخص ده اه فيه تلت كبات واقعين قدامه. فيه كباتين وراه. فيه حب لسه على فكرة. فيه حاجات حلوة. فيه زكريات ما بينكه حلوة. اه فما تبقاش كده يا برج الاسد. ما تعملش كده. هو لسه بحبك على فكرة بس هو تعبان قوي. اه حاسس بان انت خدعته. لو عدته فترة مع بعضه هو حاس ان هو اتخدع منك. او انت بقى العكس. انت اللي حاسس ده كده. اه يعني هو هو اللي تعبان. انت اللي بكنت تعبان. قرأ عكسي يعني. فانت الفترة الجاة دي هيبقى فيه بطاقة ندم شوية. لانه انت مقدم له العرض وهو مفيش. مغمي عنيه عن العرض. مش شايف اصلا حاجة. مش عايز يشوف منك. ده واحد مغمي يعنيه ويده ورجله ومش عايز يتحرك. اه مش عايز تحرك. عرفية. مش عايز تحرك. وقف المكان. مش عايز منك حاجة. امشي سدمي. امت عني. انت انت شخصا الصاب. شخص خدعتاني. شخص اللي بتعليه. هو بيقول كده. هو بيقول كده. ممكن تكون انت فعلا ما بتشعليه من الحاجة. طيب هو شايف العلاقة زي. ممكن يكون الشخص ده فعلا بيحب يتحكم. فعلا. فعلا بيتحب يتحكم. لان هو شايف ان العلاقة دي محتاجة تحكم زيادة عن النزوم. بص بقى الفكرة بقى الجديدة. الشخص ده بيقول في جوه على باله كده. ممكن يكون زي ما قلت لكم. حاجة بتفهة تخانق عليها. نزلتي ما نزلتيش. انا نفسه يتحكم في الشخص اللي معاه ولكن شخص اللي معاه كده بقاليه بحاجة. انت نزلت النهاردة لأ انا ما نزلتش وانت نزلتي. مثلا يعني. محتاجة قرار. محتاجة قرار صارم. محتاجة 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 ربط. محتاجة ربط. اه مش بقول كده. الشخص ده عايز يتحكم فيك قوي. قوي يا برج الاسد. برج الاسد اصلا محدش يتحكم فيه. اصلا بنت بقى ولد يتتحكم فيه ازاي? محبش كده. فظهر ان هو نفسه يتحكم عليك فلما جيه يتحكم عليك انت مش كده تعليم. بيمتله اللي هو عايز يشوفه. بالمعنى ده بالزبط. يعني لو سمحتي قبل ما تنزلك كلميني. حاضر. انكلمتوش وقلت له ده اصلا ما نزلتش وانت نزلتي. كده يعني. ده بالزبط. فهو عايز يبتدي بداية جديدة بس مش اي بداية. بشروطي. ايه شروطك? واحد اتنين تلاتة. وهتبقى شروط جامدة. وصار رمك جدا. وهيبقى آآ شخص متحكم جدا. وهو في ايد وزمام الامور. هو اللي هوديكي واجيبك. ما تتحركيش اللي بمعادة وازني. العلاقة دي مش هديمشي اللي بازني انا فقط. ممكن تكون بتتعامل مع برجاء اصد كمان. تبقى دي كارسة بقى. دي كارسة بقى. كرة هتنفجر دلوقتي. فهو هو فعلا هو على فاكرة ما هوقول لكم وهو عنه مشاعر. وعايز يبتدي بداية جديدة بس بداية هتحكم. انا اللي اقول وانا اللي انهي. انا اللي بقى. انا السلطان هنا يا ماما. انا اللي عليك. انا اللي هقول لك واحد وانت تقول لتنين. لأ. انا اللي قولت بس وانت لأ. طب انت شايفها ازاي? شايفها انها علاقة مستقرة. وعلاقة آآ تمام جدا ما فيهاش اي حاجة. وعلاقة مليانة شغف وحب. وانتوا اللي اتنين ما حقققين حاجات حلوة مع بعض. ولكن آآ هو اللي هو اوه تقريبا اللي شايف كده. هو تقريبا اللي شايف كده. تقريبا يعني اللي شايف كده بس. هو شايف ان العلاقة دي محتاجة اتحكم زيادة. مش بقول لك? آآ انت شايف علاقة حلوة جدا. انت شايف علاقة من اللي انا حب ومشاعر كده متدخلة مع بعضها لبعض. وفيها غموط كده. فيها شغف. فيها حالي اللي بيقول لك انا حسس بحاجة كده بتقودني العلاقة دي انت بالزبط كده. انت منجزب اليه قوي. فيه انجزاب شديد قوي. وحاسس ان فيها سعادة. فيها سعادة جندا قوي. وفاعش وغرام وحاجات حلوة. انما هو شايف انها علاقة محتاجة اكتر ان هو يتملكك. وعايز يتملكك يا برج الاسد. على فكرة. آآ كده من السيناريو الواضح ده ان هو شخص عايز يتملكك. ثانية واحدة. آآ فهو يعني السيناريو الواضح ده ان هو شخص عايز هو اللي يؤمر ويني? انا اللي اقول واحد واتنين وتلاتة واربعة وانت هتقول سمعا وطوعا وحاضر بقى واي حاجة. بتجي بتقلك طب انت زهقت على فكرة. وآآ قررت الرحيل. وقلت خلاص بقى هو انا مددته ايدي. وهو مش عايز يجي. ولكن النصيحة بتقولك. استنى يا برج الاسد. ايه ده? استنى. وآآ معلش يستنى شوية كمان عليه. هو بيحبك على فكرة. وآآ وممكن يكون بيزهر لك الوش ده. ولكن هو كده عنده مشاعر ولكن من جواه. آآ هو هو زعلان منك. خلاص? عشان ما تبقى فاهمك. هو زعلان منك. واخد على خطره قوي. قوي يعني. ومغمي عينه عن اي عروض انت مقدمها له. بيقول لك ده شخص نصاب وخد عني. ولكن النصيحة بتقولك ازبر. طب نشوف لك. طب نشوف لك كده هو مخبي ايه عليك? شعره اللي مخبيها دي ممكن نخبي ان هو بيحبك قوي. في ناس كده تقولك طب هم خبي ايه طيب? نخبي ما شعره طب ما شعره ايه? يعني هو زعلان. بس ايه دي بقى الحاجة التانية اللي ورا الزعل ده? مم. زعلان قوي. آآ. زعلان قوي منك. قوي. قوي جدا. ولكن آآ مازال بيحبك على فجرة. والزعل ده مش منش شوية. هو مازال بيحبك بجد. آآ مش مش اللي هو عموما اي حد مدام الجرح يبقى بيحب. هو مجروح منك قوي. واخد عشر صيف ودار الزعل بجد انت آآ انت ممكن يكون غصبا عنك او او يعني او بيرضاك بقى. يعني هو شعر هو شعر بكده. انت خد عضو. او خنتو. او عملت حاجة هو ما كانش يتوقعها منك. الاخرى. وطعمت بقى فقاله. فنفسه هو بيتوازن دلوقتي. عايز يتوازن في الاخد والعطبة بينك الدول والمينة. زال انت كنت تدلع علي برج الاسد او حاجة زي كده مش عارف. بس هو تعبان منك قوي. بس هو بيحبك على فكرة. مازال بيحبك. مش عارف يعمل ايه في نفسه ولع في نفسه? كل ما يجي يمشي مش عارف. بس هو واقف على فكرة. او ممشيش او واقف. واقف وبيغيزك. يعني هو واقف وبصصلك. وبيقول لك بص والله ما نراجع. بس ايه ده انت هتمشي ولا ايه? اول ما تحاول تمشي هيزعل. هيزعل اول. طب تعالى كده اقول لك طب تعالى لو انت قررت تمشي. لو انت فعلا قررت تقفل الصفح عليه. وقررت هو هيزعل او لا? ما نشوف هو كده هيزعل او لا? نشوف كده مش عارو ايه? لو قررت مش هلا يبتدي ده جديدة مع ناسه بقى? ولا هيزعل علاجة? ده مش هتنزلولي كلهم. الزر ان هو فيك سلتميك مقشاعة الجواه ولا ايه? اهو. هيبقى تعبان اوي. هيتعب اوي من غيرك. هيتعب اوي من غيرك على فكرة. ولو قررت تمشي مش هيسيبك. مش هيسيبك لأ. وهيحاول يراجع للاقة دي تاني. بيحبك يا اخي. بحبك يا اخي والله ما اسيبك. الله في ايه يا اخي? اه ما تدلق اي يعني ما تدلعش عليك شوية? ازعل منك ما تدلع عليك شوية? بسسلك اهو من جوان بسسلك وبيقول لك استنى انت ابوسع يعني استنى بس شوية. صوت تعبان على الفكر. تعبان اوي جدا مش هزور. وامخنوق قوي. مخنوق قوي من ما حصل عموما يعني. بس هو شخص متحكم. وبيحب يتحكم في القدام. ولو انت يا مرجل الاسد. هترجع للاقة دي تاني خلي بالك عشان هو مش يسيبك. وهي اقول لك واحد اتنين تلاتة وان مشيتش عليهم همشي. بس انا صحيحة بتقول لك استنى. في حاجة حلوة جايزة.